بي حاجة بلاش طبعا النهاردة يعني نهاية اليوم التانى وبداية اليوم التالت اليوم التالت هيكون غدا ان شاء الله و هكوم فيه ثلاث محاضرات مش محاضرات يعني ثلاث كلمات واحدة فيهم عن التفاؤل غيرت واحدة فيهم واحدة فيهم عن التفكير الستراتيجي واحدة فيهم عن السلوكيات اما الربعة ودي اهمهم هتكون انتم عايزين تعملوا ايه مع بعض. ما فيش خروج انما تشبكوا مع بعض وكل مننا يا زنازل عن جدء من شخصيات الاعتبارية. من غير التنازل احنا في الدول الكام هنا. ممكن نعمل زعب بس من فرناس. لابد حدة نفسنا ونفسنا وما سواها دي نسويها. نسويها بقى على المتجازة والفهم على 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 شمعة في الفرن الى اخر. لذلك تعقيب على المبادرة للأطلاق للأستاذ خضر السوتري. اتمنى انه جميع الاخوة المسهرين لمنظمة في اليوم يتشاور مع مجالس ايدارتون بكرة يعطل تفويض. ما فيش مشكلة. بكرة باخد الجلسة هناخد الخطوة العملية. لان ايش معقولة معنا حوالة امين تسعين واحد بقالنا يومين والناس مسافره من اخر الدنيا بيه هنا ونطلع ايه فانكوش. اشتاعد فيكم عاد الامام في الفانكوش? احكي لكم خصة الفانكوش لغاية الدكتور سيد تزداني ما يخش. عاد الامام عشان تعرف زي مجتمعات بتستخدم. كان نصار. هو لا مش هو سكسير رجل محترم يعني بس هو بالفيلم كان نصار. وراح يضحك على واحد بتاع شركة اعلانات اعلام. وراح قال له انا عندي منتج اسمه الفانكوش حسائية سواء. الرجل قال خلاص مفيش مشكلة. فان ده الامر لمسؤول ليه? نعمل فيديو. او نعمل فيلم يعني حاجة زي كده. وعاد الامام بقى نسب وماشي بخرج. فالراجل عمل الفيديو اللي هو مدير الادارة بتاعته. وراح لرئيس الشركة. بيقول لي خلاص انا عملنا الافلام يا سعد تنبيه. وعايز اه صلاح يوافق على بتاع. قال صراحي? انا عندي صراحية. طبعا انا هو مدير مش شوام عالك. مدير نفسه كان فانكوش. فقال له لا انا اللي حاخد القرار. قال له ايه? قال له انا اللي حاخد القرار. قال له القرار ايه? قال له خلاص بث. في كل التلفزينات. فحط فيلم الفانكوش. اللي هو فيلم دعائي. خلاص وقتد اللقطة ايه? راح بقى اخد عاد الامام يصيفه. في مكان مش عارف فين في مصر يعني. او في مكانه خلاص. وفي وسط الكلام. ها قال له ايه? قال له عاد الامام احنا اعلانات الفانكوش مغرأة مصر كلها. فعد الامام بيقول الفانكوش ايه? قال له الاعلان اللي انت دي تهنة. المنتج اللي حنبيعه. قال له انا ديتك المنتج. قال له. قال له اه? قال له دي مصيب. ما بش حاجة اسمها فانكوش. فنزلوا اتنين مصر بسرعة. منظر ايه? عاد الامام عندها احترابيزة ليه? وصاحب الشركة بيولته خده او حزه وكذا. اتخرب بيتنا اتخرب بيتنا اتخرب بيتنا. عاد ما بقى دم مكمل الجوابات الغير عادية. واحد بارد. بارد جدا. وصاحب الشركة بيصوت. ويواجده وانحنح. لقى لو مديروا الانتاج دخل عليهم. فالصاحب الشركة بيقول له خلاص نرفضه انه هو دي لعمل غلطة. بعد الامام بتقول نرفضه ازاي? يا فلان. زود يعانات الفانكوش. قال له ايه? قال له عندي طلبات نصف مليون جنيه يشتروا الفانكوش. قال له يعني ايه? قال له احنا بعندانهم حاجة مش موجودة. قال له الابداع عندك والبراعة. انت راجل مبدأ مش كده يا فاما? انك عملت حاجة مش موجودة اقنعت بيها الشعب. والشعب عايز اشتري شيء مش موجود. وزا بنبع لهم ايه? قال له ايه حاجة ما سميه فانكوش. هكذا يبقى الاعنام. ايه حاجة ما سميه فانكوش. ونهار كلمة هي تعتبر حكمة. قال هذا شعب غبي. بيشتري شيء مش موجود. فنبع له الشيء اللي هو عايز اشتري. عرفتوا بقى الاعنام ازاي? فاورت فانكوشورك. لان انا بنتك فانكوش انا كمان يعني. يعني انا بارفع من فانكوش. طبعا في اليوم التاني ديوقتي ليه? ايه البي بي سي وايه فتور ليه? طبعا انا عايز ايتي اه عندنا اربع 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 تلات اه تلات اه محاول. تلات خلاكيش? تلات محاول. طيب. تلات تلات واحدة عن اه تنمية المواد اللي هي الاستدامة المالية. الاستدامة المالية. والتالتة اللي هي يا رب. ادارة المشروعات دات المشروعات تلات. مين هيجي في الاول? علشان يبتدي يقول للناس في الخمس دقايق دي. ماذا فعلنا? وما نريد ان نفعل ايه? ايه مابعا. فضل. اه 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 استبيان ورابع اتادي. اتادي ارابع ورابع. وما حدش هيخرج من انا الا انا انا اهلا. اشتركوا في القناة 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 طيب سنعطيف عليها حاجة إن هو في آخر الجلسة كانوا بتكلموا عن الشخصيات البارزة إذ ممكن تجمع لها طب الرعاق عن طريق الفيسبوك صفحة فيسبوك بتاعتها من التجربة إن شركة إن مع جمعية بنافسك فين أخضع بنافسك لا مش أنت لا أنا مش عايقا يا ابن أنت ما تخبل إيه تعالي هنا ونبسلي بنافسكي كمان بنافسك حتى لو كانت أسرق بسرعة كده عشان ده نوع من أنواع الفيسبوك التمويل اللي إحنا بردك عايزة إيه نخليكم تخش فيه السلام عليكم تحدثنا عن تجربة سريعة لبنفسك مع ناشط مصري الأخ عبد الله الشريف إذا سمعتم فيه الأخ عبد الله عندك طريبة مليون متابع في السوشيال ميديا أو مليونين عنده صفحتين فعمل فيديو تعريفي عن بنفسك وطلب فيه من جمهور وجمع التبرعات خلال ثلاثة أيام تقريباً أو أربعة أيام جمع حوالي ٢٠٠٠ ألف دولار على موقعها من خلال طبعاً الأهم بالموضوع أنه كان ٩٠٪ من المتبرعين من المصريين فهذا طبعاً كان رقم خيالي يعني بالنسبة لمتبرعين مصريين عبارة عن حوالي ٣٠٠٠ متبرع خلال ثلاثة أيام وحقق فيديو حوالي ٧٠٠٠٠ مشاهدة بفضل الله طبعاً الاعتماد الأول أو النتيجة اللي أخذناها أنه إحنا الترويج الداخلي للمؤسسة أو ترويج المؤسسة لنفسها ما كان فعال بقدر ترويج الآخرين لمؤسسته سواء كانوا مستشارين أو أصدقاء أو أي أناس خارجين شكراً شكراً لتجربة من حق أكدوك تستعملوها عن طريق صباحات الفيسبوك طيب هل في أي سؤال للمجموعة تنمية المستدامة المادية إلى آخرين؟ إضافة إضافة طيب دي تين لا هي دي واحدة المجموعة مش مهم بس أنت أقول يا تعال خلال أربع سنوات من العمل بسط المنظمات المجتمع المادة اللي اكتشبتش الكل بيبحث عن الماد بينما هو موجود لاي الكسير من الماد لايكسير من الماد لايكسير من الموارد عفوا ليس الماد سريعاً دلوقتي سأديكم ثلاث مرابد معاكم سريعاً سريعاً بس وفي آخر شغلة اللي يقول لي عليها اللي هو جايزة مبدية داع بيئة واحدة داع بيئة واحدة داع بيئة واحدة داع بيئة واحدة مادية داع بيئة واحدة نشال بطاق وبشرية وإنسانية الموارد المادية أهم المواد هو الأرض تمام؟ لو المتلاكت أن الأمر بقHowần الذي كذا دلوقتي نحن و suffers جعل ذلك بعض الأرض المواد الخام كلما العرض صاخ الأسبازات معباني كل شيء تمام؟ وبعد كده المال. يأتي اخر شيء. لكن بامتلاككم تمتلك المال. موارد البشرية العلاقات، الخبرات، والمهارات و هلو ما جرأها مش اضاقة. طبعا هذا من اجل استغلال موارد البشرية الموجودة في المؤسسة. كثير من المؤسسات ما بتحسن استغلال مواردها فبيحصل هادر للمال. ومثال التدريب. ممكن واحدين ممكن مؤسساتهم فرق على التدريب بدون قياس أسر التدريب. اخر شيء الموارد الإنسانية هادة اسمه الجسدية ويهيه حسية. كثير من الموارد الجسدية ما تستغلوك. الواحد هو بمارسة لدرار كنشاطين بس يجي من موارده الجسدية طبعا هي السمع البصر. يجي موارد الحسية اللي الموجودة لدى الكثير ليستطيع عن طريق استخدامها هما ستراحوا الخمسة. ادراك، منطق، زر كرار، وعي. الحدث الاخير حديدة نشكر اخونا. نشكر اخونا. نشكر اخونا. اي استفسار قبل ما يسألوا اكيد. خلاص انا خلاص اخيرك كده يعني اي استفسار واحد اي استفسار اثنين اي استفسار ثلاثة يلا مجموعة التانية. في المجموعة التانية. طيب اي حد يطلع? مين هيطلع ما عندك نظر؟ ما حد الناشطة. ما حد الناشطة على انت الشعب. انت الشعب وتحرك فوق المال. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كالة الورشة بتاعتنا كان الموضوع عندنا من الغاثة الى التنمية. فاتكلمنا انبالح على قديم للغاسة ومطاق العمل للغاسة. وحددناهم بمطاقات معاينة لانا في لابس في قديمة عمل الانساني. يعني انا بسمي العمل الانساني وليس العمل الاداثي. لان الاداثة هي بزء من العمل الانساني. احنا قلنا انهما ست نطاقات تقريبا. يعني اول نطاق اللي هي المساعدات الاداثة العاجلة. يعني ودي بتكون عادة عشوائية غير مخططة. بتكون اغراضها الاساسي والحفاظ على حياة الناس. ثم ينتقل هذا العمل الى الاداثة. لما الازمة التنفد بيكون فيها موضوع موضوعات اخرى موجودة. عايز تحافظ على احتياجات الناس بشكل معين. فبنتنتقل من العمل الطاري الى العمل الاداثي. بعد كده بننتقل من العمل الاغاسي في عندنا مساعدة المرحلية. اللي يسمون مساعدتنا بين الاغاس والتنمج. اللي ينتقل خاصة بها موضوعات اعادة التأهيل. في عندنا العمليات الاغاسية او العمليات الانسانية للحماية من الطواتف. يعني ده بسيء من عمل اغاسي. انه لو فيه كارثة في اطار موجود. ممكن ازاين لنا نؤهي المؤسسات انها تعمل برامج خاصة قبل حدوث الكارثة المتوقعة. نوع ايضا من العمل الانساني اللي هو عمل ازالة مخلفات الحروب. ومخلفات التواتف. يعني تب جدا بيتم بعض العمليات العسكرية. بيكون في دايما مخلفات حروب قناة بالغام اي شيء. الاولاد بيلعبوا فيها بيجبوها. واحنا قلنا ده جزء من العمل من اسمه تحت العمل الانساني اللي موجود. فعملنا الوركشوب انبالح. وبدأت كل المؤسسة على التبقات المتحامل بتاعتها. وحقيقة كان يعني انا بعتدروا اللقاء عميق جيد جدا. يعني بقيموا ان هو فعلا كان جيد. على اساس المؤسسات حددت ما هي مميزات كل مؤسسة في عملها الالغاسي. وايه التحديات اللي بتوضيحها. وايضا ادروا انهم يوضحوا ما هو البرج التنموي في عملهم الالغاسي. كنوع من انواع تقديم ان انا والله ماشي التراتيج المزبوط. النهاردة انتقلنا ليه العمل التنموي. وشبهنا العمل التنموي. او بنشبهه كده بالفراشة. يعني دوت حياة الفراشة. يعني دوت حياة الفراشة الاول بتجيج الفراشة بتحط البيت. وبتحط البيت على الورق الالغتر. وبتحط له تحتي سمدة مادة سمدية عشان نديد ما يلعش منها على الشاب. الفراشة اللي هزا البيت يلقس بيبقى دودة. الدودة بتكون عندها انها شديد من الاكل. يعني ده انا باش ندهب مرحلة الاول العمل الطريق وبعدين بعد كده بنتقل الى العمل اللي هو الانساني او العمل اللي هو الانساني. عندها شعرها في الاكل بشكل جديد جدا. بتتاور دودة خلال فقط خمسة ايام بيتبر حجمها بشكل غير طبيعي بتغير جندها اربع مرات. ثم بتخش في مرحلة اللي هي مرحلة الشبنقة. انها بتحول بتدخل بوه نفسية. وبتبنى حواليها يعني شرنقة. وبايسة الترانسفورميشن بوه الشرنقة. انا بأكبر عن العمل السكولي في المرحلة الحالية هو داخل في مرحلة الشرنقة. اللي هو محتاج جاعدت نفسه. تنظيم حياته. تنظيم اللي عمل بتاعه. من التفاتل الموجودة بتاعته. وبعد كده بتطلع فرحة الشرنقة. بتطلع منها ايه? الفرحة. الفرحة دي بتوع العشرة الساعات تضخ الدم في الاجنحة. انت مدداش تتحرك. عدها غير قبلة على قادرة على البترة. يضخ الدم في الاجنحة. وتطير بتبقى فرحة. شكل الفرحة مقارنة بالدودة مختلف تماما. وده اللي انا عايزون من المؤسسات السوحية. ان انا عايزين يحصل فيه عملية حقيقية. تحول الدودة لفرحة. وانا اعتقد ان تحول الفرحة امر ليس بيه المستحيل. اتكلمنا على موضوع التنمية. وذكرنا هي محاول التنمية الاساسية. التنمية الفرحة بقى خلاص. احنا خلاص التنمية. عوالي. الدودة هي العملية. والشرنقة هو اللي احنا بنعمله به اللقاءات الان. التدريبية اللي احنا بنعملها هي مجالب اعمال عن الشرنقة اللي احنا بنقش فيها. وبتكون ضرورية. وحتى بننسح المؤسسات ان هما يدبوا ساعة سنتين تلاتة وقت كافي. بحيث ان هما يعدوا مؤسسة في موضوع العمل التنميوي. العمل التنميوي ركزنا على اساسيات العمل التنميوي. يعني قلنا العمل التنميوي مرتكز على خمس اساسيات اساسية. عنده مرتكزات كتيرة هي قضية الملكية. انه لازم احنا نتشتغل مع الناس المستفيدين وكون عنده مشقوط لملكية المشاريع اللي هما بعيدهم. تاني نقطة الشراكة. انه هما الشراكة مش تكون. لا الشراكة يا الشراكة الحقيقية. انا عايز كمان المستفيد هو يكون معانا صانع الفكرة وليست المؤسسة لا كمان المستفيد الشخص صانع الفكرة بيخطط معانا المشروع وبينفز معانا المشروع وبيقيم معنا النشو. يعني دو اربع مراحلة فأيسية في موضوع الشراكة. والشراكة دي لازم تكون شراكة حقيقية. ودي بتكون مفتاح مهمة جداً ليه العمل التنموي. التانية الاستدامة. التالية الاستدامة. قضية الاستدامة قضية مهمة. للأسف شهد كلنا بيفهم الاستدامة ان استدامة مالية. الاستدامة. استدامة ثقافية. استدامة مؤسسية. استدامة اتصادية. واستدامة اتماعية وبيئية. سياسية وبيئية. اه يعني لازم نبصنا من كل المنظورات دورولة. احنا اذا بصنا بس الموضوع الاستدامة النصرة مالية. احنا بصور قضية الاستدامة. لان الاستدامة مش عايزين نفكر بها انها فلوس فقط ولا شيء. رابح حاجة قلنا موضوع الاتساق السياسي. ما ديناش تعديد كويس. الاتساق السياسي يعني معناها من قراراتنا السياسية في العمل التنمويب لا تتناقض مع بعضها مش معقول ان انا عايز اساعد على الانتاج المحلي. معناها قراراتنا السياسية داخل المؤسسة. ايوه? سياسة مؤسسة. اه داخل مؤسسة. اه داخل مؤسسة. اوضحت للتليزيون. دكا. داخل مؤسسة. يعني معناها ما كلش اجراء تنموي. ان انا عايز اشجع صناعة معينة. او اشجع مثلا محصول معين او منتج معين تنمويب. وفي نفس الوقت اتبنى سياسة ان غرى السوق بمنتجات خارجية تؤثر على سعر السوق وتأثر على الوظائف الموجودة. ده مثال. مثال الملابس كمسال. ده اللي حدث من ده. يعني موضوع الملابس. ندير جدا انه الناس جيب لتجيب الملابس وتروح توضيها الى ماكن موجودة. فبتخلي بتأثر على المنتج المحلي. واحد جاله شرط ديزل ولا هوجوبوس ولا اي حاجة. طبعا مش هيقص المنتج المحلي. وفي الغالب يبقى الملابس اللي جاية سعرها ارخص من سعر السوق. فلازم تكون السياسات في العمل التنوي لا تتناقض مع بعضها البعض. واخر نوتة كانت فيها في المبادئ دي هي القضية الحوكمية. يعني موضوع الجبرنانس والجود جبرنانس. انا باعتبارها اشياء اساسية محورية. الوقت طبعا بيكون دي ان احنا نتكلم عليه وانا اشيط من هو طوبكس. يعني مهمة. في العمل التنموي في مواضيع بنسميها المواضيع المتقطعة او كروس كتنج. ان كل واحنا بناخد بالنا في اي سياق عمل تنموي ان ندل بس للكروس كتنج او المواضيع المتقطعة بشكل ايه هي المواضيع المتقطعة او انها مواضيع البيئة والحفاظ على البيئة. لازم تنبس من عملنا التنموي. مشاركة الملأة وقلنا لها لازم تكون مشاركة حقيقية وليس بكمالة عدد وليس بيقول في المؤسسات او في شغل التعليم. لازم يكون عندها دور حقيق ومشاركة حقيقية فيها ودي لازم تنبؤ من داخل المؤسسة. كتير جداً يخلو المرأة تشاركوا عشان يقولوا والله المؤسسة الدولية احنا عندنا المرأة موجودة وممثلة ولكن هو ايه المشاركة حقيقية لازم تنبؤ من داخل المؤسسة. بناقبض القدرات الكباسة ببن. الخبرات. التلاب والخبرات والمعلومات. جزء اساسي لسياساتنا الموجودة. البوريسيس والمعايير الموجودة والاهم ما سياسة منع الفساد او الكوركشن. يعني دي من حاجات الاساسية ان كل مؤسسة لازم يكون عندها سياسات واضحة جداً لمحاربة الفساد داخل المؤسسات. وبعد كده قضية عمل الاولاد والشباب او والشباب او الاطفال لازم نقدم حماية للاطفال. اخر اللقاء يعني في اخر ورشة الحمد لله المجموعات يدروا ان هما يسيوه حقيقاً سابوا اربع مشاريع تنموية. حقيقاً كلهم انا كان معايا عملت تغربة كمعاني يوم دولار في جيبي. فقلت ان انا هدد كل مجموعة يعني على حسب ما يطنعوني بهذا الموضوع. فكلهم حصل على ماتين وخمسين ماتين دولار. الواحدة. هكذا انا اعملها اموال اهمية. فانكوش. 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 افوال اموال فانكوش. فده يعني كان. يعني ده كان الناس والاعتقدة. الحمد لله ان هما كانوا. يعني كانت يعني ووركشوب او ورشات عمل كانت فانا حقيقة كويسة. تلعب توصيات. كانت توصيات سادقين. يعني التوصيات اولة ان هو موضوع ان هما كانوا مدة دورة. او مدة. قالوا كي جومين لا تكفي. يعني جومين قليلة جدا. على curiosة. فعليك في الواحد. سوصي. طوصي. على طولة الواحد على فكرة. اما قالوا على طولة الواحد. انه هو يومين واحدة لا تكفي. انه عايزين هما كمان يعني مزيد من التجارب العمليا اللي موجودة في ورشات العمل. وان واردة المؤسسات الكبيرة والمؤسسات النكحة تعمل نوع من الواع عرض الفيلمي او عنكم مصور للمشاريع التنموية النكحة اللي موجودة عن طريق. نوعا بس حضيف نقطة الحرية في مال الالاثة. لابد ان نفكر كيف نجزق صرف مال الاغاثة. من الاول يوم بحس يخش في التنمية مع اول مشكلة اغاثية بتصديقها. دايما مال الاغاثة اثناء الحروب يأتي اثناء الحرب فقط. ثم ينقطع. اثناء السل. ولابد ان احنا بنبدأ مسيرة الاغاثة اه في مثلا في الفين وحداشر كزا كزا كزا. في جزء منها مقطوع للعمل التنموي او الاحتنات الاستراتيجي. وبناء قدرات المجتمع اللي هنصرف عليه الاغاثة. وده في الفكرة ان احنا العربي تخلف كبير. تخلف كبير. وجمود فقهي غير عادي. بمعنى القوي والامين. لما كنتش انا هدرب الشخص ده. وهتديله مليون دولار. ميش هيبقى قوي? هتايعلم مليون دولار. انا بقول لك بدل ما تدينه مليون دولار مرة واحدة. اديني خمسين الف منهم. ادرب الشابة الشابة دي. عشان تبقى قوية وتحافظ على باقي الاموال. ففي الاول انا عندي ورقة فيها. ممكن انا اشاركها مع الاتحاد. ان لابد ان يكون سياسة الاغاثة. الى ما بعد الاغاثة. من اول يوم. ان مجرد الاعلام انتهى انسى سوريا. انسى سوريا وانسى كزا وانسى كزا وانسى كزا. زي ما الاعلم به بقضايا جديدة جدا. طيب اخونا طريق اتكلم. بس معتزل الاخ براهيم محمدي. واسمك اسمك سينمائي جميل يعني. يا عم انا بص براهيم محمدي وخلاص بقى انا مش هكجوزك. بس حاولت ان انا اقفره. هو داخل زي السلوخ. وانا محب السلوخ خشت علي بخالف. مش كده ساي? ده لا ملعيش بقى. يا عم انا اعتذرتك وخلاص بقى احب. اي اسئلة الاخونا طارق او اي استخدارات او اي اضافات. للمجموعة التنمية. لا انت قلت حضرتك المية. لو مينة بلال يقولون بلال. اقسمهم. بس مقولش التقسيم ازاي. انا بالنسبة لك. انا بحضرتك انا انا اشعال دعوتكم. دي ممكن تبع حاجة تانية اه. عشان بس الوقت ايه? مزنوق واساعة خمسة والناس تعبانا. مستعى دسعة ما هو جدا. تفضل. سؤال. او لا اهو بس مدعك انا خليه ممكن يكون سؤال. بس في موضوع الشراكة. كتير من المظلمات تفهم ان الشراكة هي العلاقة فقط بين الشريك المنفذ والدونر. الا انه فيه ستوكوولدرز اخرين في موضوع الشراكة من ضمنه المستفيد. انتي عايز انوع الشراكة? انا اهو الان اقصر فيها بالانجليز فترة المشور وهو الي يقيم معي المشور لانه عشان يتبني هذا المشور احنا ياما قبل الحفرة وبسبب صمودة الناس سبتها صمودة صغيرة محتاجة موجودة البيل الرباح لازم الناس تحس ان البيل ده بتاعها شاركت وقالت ان انا محتاجة بيل مش محتاجة مدرسة او محتاجة مدرسة مش محتاجة بيل خططت معا المشروع ونفزته وتعلمت ازاي ازاي تعمل الناس الموجود ده في منتهى الاهمية. يبقى ده في اتنين وحنقفع عشان نخش على المجموعة. وليس الشركة بين مؤسسات واقع. اخونا اخدت تفضل. نسأل الاخ طارق عن اولويات التنمية. اولويات التنمية. نعم. هل التعليم اهم ولا المشاريع والتعليم ولا الزراعة ايش هي الاولويات? العمل الاغاسي والعمل التنموي مبني على احتياجات واحصائيات واحصاءات سليمة. احنا روحنا مع الدكتور هاني مرة وروحنا محتفلين بحفر بيل. ناجد. لكن الناس كنت محتاجة مدرسة. فاحنا برضو مهمة جدا ان انت بعض الاحيان ان انت بتعمل المشروع اللي اعجيبك او شافه انت من اولوياتك ولكن لازم تكون عندك قياس احتياج حقيقي على الارض. وانه التعليم مفتاح مهم جدا ولكن لازم بتقيس الاحتياجات اللي حقيقية على الارض وترتيبها على حسب الاوليات. بس حروطة عادي. يعني دي بالنسباني محوالية. وانا اعودوا بلها مشوالي نحن. هو نحن. نحن. نحن نحن. التعليم مفصلي. بس ايه هو التعليم? ايه. التعليم اللي يحتاج المجتمع في ساعة الحرب. مش التعليم التقليدي في الدول المستقرة. تعليم النوعي البديل. هنقولش في تفصيل. وضح شوية. لما هتبقى محاضرة. دقيقة يعني. هذا شلال جدا يا دكتور. انا مختلف معك بس انا ممكن نقعد انا معنش مشكلة عدد في ساعة عشر. لا 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 لا. اتبقى المنصمات في التدريب بدون وضع تبتأسف للتدريب. حاضر 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 حاضر. التعليم البديل النوعي اللي هو بيحتاجه المجتمع النازع ومجتمع اللاجم. خلاص? بس عشان دين. اما بالنسبة للقضية السورية اول مشروع عمله زراعة. زراعة مم وبعدين من مم اعمل السور. يبقى انا قلنا في اسطنبول ايه ملكا معانا سيد. واللي بنقول من مدرسة للسوق. مناخر اتفقنا عليه? من القسطة للسوق. او من الصناعي اللي هو قال من القسطة كمان. للسوق. لماذا? لان انا عايز ايه? استوعي هذه الطاقات الشبابين اللي ما دخلتش المدرسة في شيء يبني المجتمع من الداخل. في المحادي بزا. بس دعنونا نلخلوك وتفصيل. في اخونا هناو ده في الفضل. في واحدة لك انا بليك. ابو ابو شعر انا. بس انا عايزة علاق بس. تعاليك بس على الكلمة دي بشكل سريع جدا. العمل التنموي مر بمراحل كتيرة في التطور. زمان لك مسلس الجاهر والفقر. جاهر والفقر مرحل. بس دي كانت منظومة قديمة. المنظومة الان هي منظومة كيفية بالاتقار بالشخص. ايوه? ماديا ومعنويا وروحيا. اصبح فيه منظومة الان في العمل التنموي. وده محتاجة فعلا بناء على نينة استثمان تقوى. يعني احنا عايزين في العمل التنموي دوت لانه عمل مخطط. عمل طويل المدني. يعني استثمار دخل. فلازم نكون مخططينه بشكل كويس. وعلى حسب اولويات تقيقة الموجودة. وليس على حاجة احنا عقبانا وخلص. ده السيكة. اخرج على الموضوع نسبيا. هل عنا اش روط عليه استبيان? اه. نفس روط عنا بنخص في المحاضرات. كيف يمكني وقفة بالموضوع هنا. اذا من الاسقاط عشي عم ناقشه. كيف يمكنني استبيان نخلص النقاش. ونخب منك ولك لستبيان غدا. صباح. ها. انا ما عندي مشكلة بس فين فين اخونا محمد. يعني اعتم عاك قدر ان شاء الله. اخر الاخر سؤال. اتفضل. اخبر الشيالة اعتكم نحن استفدنا اخر شي من خبرتكم المنهجية في الحياة اكتر من دولة. يعني حسب رؤيتكم وحسب الازمات اللي مرت في مريض فيها بكل دول العالم. الان مسألة انسانية السورية في اي مرحلة من المراحل تمر مقارنة مع تجاربكم السابقة. سؤال في اين. يعني سؤال في حالة. انا من رأي من المرحلة السورية حالة فريدة بيعتبروها على فكرة. بيعتبر اللي هي الازمات اللي فيها معقدة. ممكن نلاقي فيها تلت امور برد. يعني ما نقدرش نحن حدد بها مرحلة من المراحل اللي هو. احنا ممكن مرحلة سورية الان كحالة فريدة. ممكن نلاقي مازال بي لسا فيها حاجة فارحة. حتى الان احنا اكتلمنا عليها في مرحلة. ما زال لسا فيه قسط وما زال لسا فيه مزوح. ما زال فيه. عندك مشكلة اللي هي موضوع الهلف المساعدات اللي هي بيسموها بيها او بيكاغري او ما انا ساني. اللي هي عادة التأييد. ودي موضوع. وفيه حاجات الان للبورد التنموي. على فكرة الازمة السورية على فكرة هي ازمة عالمية غيارت سياسات. عشان يكون عندنا فكرة. غيارت سياسات دول اللي. يعني احنا بنتكلم علي المانيا مسلا. وزارة التنميات المانية غيارت اصلا من الخطط بتاعتها ومنزوء. ونصرتها للعمل التنموي من الاساس. وبدأ من الارضة يتكلموا انه عايزين يدعموا عمل تنموي يكون عنده قرد اغاثي. والعمل الاغاثي موزارة الخارجية مسؤولة عن عمل اغاثي بتقول ان انا لها دعم مشاريع اغاثية زاتة بعد تنموية. يعني بدأوا الاتنين يفكروا بتفكير مختلف لأول مرة. ان بدأت وزارة التنمية تقول والله ان انا عايزة دعم مشاريع تنموية كان لها اصل اغاثة. مش عايزة تكون عالي من السم. كانت اغاثة ممتدة تنموية. المزارة الخارجية المسؤولة عن عمل انساني بتقول ان انا دعم مشاريع اغاثية زاتة بعد تنموية. ده بيوصلنا اغاثة. عايزة تقول الحاج دانيا. بس هنكمل بقى. اه. اه. اعطب بسك عميب. اه. اعطب انتقال من العمل اغاثي الى عمل التنموي لا لا يتم الا بعد توقف الحرب او الازمة واجتماع اساسة. نعم. هل الان في سوريا هناك مجال القيام بالاعلات الموية. الى الان لم تتضح ولاك مراتك اجلة في سوريا. طيب. بالنسبة للكلام اللي يقولوا طارق. لتغيير في المنهج. بالنسبة بس عشان نركع على الشؤال الاصلي. اللي هو احنا في من القضية السورية. احنا في مقاله احد لو سمحتوا الاخوة اللي في الخلف. يا ابا نفسك. ليه يا ابا نفسك بتنعي وانت زهرة حزينة. هوني للمهدية مش كده? انت تابعك. ها? ليه يا ابا نفسك كده لما بتنعي. اعطب بقى. تبهي. 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 تبهي ولا تبهي. 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 بدأت من تحت السفر. الى ما قلتم امس الاربع تلاف او خمسة تلاف جمعية. ده ما حصلش قبل كده في اي قضية من القضية لا في اوروبا ولا في امريكا ولا في الشرق ولا في بعض. خلاص? انا عايت من الاربع تلاف خمسة مئة جمعية دول متين تلتمية جمعية. بدأت منهم جلت يتطور ويشتغل في مسائع. مش فقط مشاريع الاكل والجنب وكده. لا. بدأ يخش في الاتفوكس. ده هو المنصر اللي بتكلم عنها في الخضر السفر. بدأ يخش في الشركات. في جمعيات عمرها اقل من خمس سنوات. ودي انجاز ما حصلش. لذلك لما طالب يتكلم عن الحكومة الامنية لحكومة تقيلة. مش بسريعة الخطوات زي الامريكان وزي البرطانيين. ناكد ان الحكومة دي ما تبص لات ان المسائلين ماشيين مع بعض. ان نوعية الشعب السوري ده اختلف عن نوعيات شعوب اخر. حصلت فيهم ازمات اكتر دراوة من اللي حصل في الشعب السوري. لكن مع ذلك الشعب السوري انتج في بعض مسكنهم متضايقين من اربع طلاب جامعين. اقول لا بالعكس انا بان فرحان. حتى لو تلاقي منهم نصبين زي ما انا قلت انبالك. لان اما الزبط احنا قلنا ايه انبالك? ده هيزهر. واللي حيفضا هو ما ينفع الناس. فلذلك ده يعتبر مرحلة مرحلة متقدمة جدا لمجتمع ينمو في خلال ربع سنوات في النزوح. او خمس سنوات من النزوح. او ست سنوات من النزوح. مش عايزين نحو نجلد نفسنا ومنهم ما عملناش حاجة. الامر الاغاسة والتنمية دايما سياسة اوروبا سياسة اوام المتحدة والمؤسسات الدولية وقع في النار واشتعوا في التنمية. هم دلوقتي عم بيجيب ان تطلعوا حاجة اسم ماء قدل لكبر. انا بقول لحضرتك. انا ما مفهمش بعدش بقول. بردك هنعلم. احنا اقلت بنفسك هنقوم عليهم بالحد عشان محنش يمكنك. اه معناها ايه? معناها انا ما قلت لك حضرتك المحاضرة قال لي في حد قال لي يقول الكلمة اللي عندك دي. من اول يوم. من اول يوم. ولا دل. من اول يوم تطلع جزء. ولو بسيط. تحطه على جنب تسميه احتيات استراتيجية. من ماء الاغازة. انا خدت ريافاتهم عن بعض المشايخ في الكويت. بقول لك اللي اجنبنا فيها هناك. ده 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 بيصرف انت كان في منطقة امنة. يعني لو كان المنطقة في بلد ما كلها مولعة حرق. يبقى انت بتشيبك احتيات استراتيجية. موقوف الى انيات السلام. في منطقة امنة بتنمي فيها بالعشرة في المية دي. مجتمع بسيط عشان الميت له هنزوح يخش نزوح داخلي. مين عليك المهمة عماروش كده. لا 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 لا. لا سمحتك. ما ده لي هبنعمله? ببالك. 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 دي دي اللي انت بتعمله. كنت بقى لهم بتحضر حتى كزا ولا كزا ولا كزا ولا كزا ولا كزا ولا كزا ولا كزا ده شيء تاني. كنا كانت عملت حاجة دي كده محدش عرف. دي مصيبة صورة. كنا كانت من كل من الخبرات هنا مع الجمعيات. ان بيسقط عليهم المشروع برغبة المتبرع اللي انت بتعفتح فيه الا المصريف الادريب. وعتقد ان الشكوى دي قاطعة مع كل الجمعيات. احنا بنشتكي من واحد متبرع عادينا مشروع. صح? والمشروع ده احنا مش عادي ننفذه. لكن بننفذه عشان ايه? ناخد منه مصريف ادارية الى المنشي بالمؤسسة. لكن انت بتحدد زال نرجع مرة اخرى كغسرة وتدمية. انت بتحدد سياسة الهنفا في مال العمل الراحل. انت تحدده كتبعية. تتبق مع بعض كالتحاد كسياسة. وتعملوا بعض المناصرة المتعلمون المالح. خاصة لو كان مالح ده ترادشنال اللي هو التخليدي. اللي هو بيجيبك كنا معاه. بقول لكم والله انا عندي مش عارف ايه حصل النهاردة. وعايدينكوا تنفذوا المشروع ده بدون اي دراسة من اي حاجة. وده حصل فتير جدا من الجمعيات على مدى الخمس سنوات. فالذلك مش عالي نجلد نفسين كسوريين. وانجزنا وعملنا حاجات مش عارف كترة جدا من الجمعيات على الخمس سنوات النفاة. ولو هو بيتكلم عن التجربة الالمانية ده معناها ان في شيء اتعمل في القضايا السورية لم يحدث من قبل في القضايا الاخرى اللي كانت موجودة في اسيا او في افريقيا او في امريكا الناتريا او حتى في اوروبا. صح? طيب. لما به سؤال ننتقل المجموعة الثلاثة عشر وقت ايه ساعة خمسة. شكرا واختاري. انتم محيط دكتور طاري. شكرا 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 أنه يحطنا في أهم ما يتعلق بالمشروع اللي هو تعريف المشروع والفرط بين المشروع والبرنامج أيضاً استطاع أن يعطينا حياة مراحل المشروع اللي هي خمسة أنا لن أتحدث عن معلومات إذنية موجودة ركز بشكل عملي في أكثر من تدريب على الإطار المنطقي اللي هو من أهم أسس المشروع كيف نحن نصنع إطار منطقي وأيضاً كيف ممكن نعمل وركو بلان أيضاً خطة عمل استطاعنا كمان نعمل تدريب عملي على خطة العمل وهذا كان شيء رائع أيضاً اتعلمنا من خلال الدورة التخطيط وأهميته وعناصر التخطيط وهذا كان شيء رائع جداً وأخذنا شيء عملي على هذا الموضوع فعلاً فيما يتعلق بأهداف القمة الإنسانية السبتعاش اللي يطلعوا فيها وطبعاً استطعتنا كثير من اللي ذكره الدكتور هاني عن الاستباق الحدث والقدرة على التأثير في الحدث أنه أنت لما تستعد للحدث أنت ستكون فاعل وفعلاً هذا ما جرى من خلال 36 ورشة كانت في أكثر من 36 بلد استطاع الدكتور هاني وفريق العمل أن يحضروها حتى تكون مخرجات مسبقة أو توصيات مسبقة للقمة الإنسانية وكان في عنا 17 هدف استطاع الدكتور محمد أيضاً أن يعطينا ورشة عمل أو تدريب عملي على إدراج ستة أهداف كأهداف أساسية في منظماتنا منها التعليم ومنها الصحة ومنها المياه والنظافة وغيرها الهدف 11 أنا حكيت فيه في الورشة كان رائع جداً اللي هو الشراكات تحقيق الشراكات من أجل الأهداف وأعتقد أنه من أفضل الأمثل التي يمكن أن نتحدث عنها هذه الشراكة الرائعة بين اتحاد منظمات المجتمع المدني الذي يشكى هو بإدارته وكوادله وأهدافه وهو شريك حقيقي وهو يدعو إلى التكامل بين المنظمات وأيضاً الانتحاد سوري العام والشكر الموصول لفضيلة الدكتور هاني والأخوة المدربين وأيضاً اسلام الكريم وكل الشكر لكم أي سأل أو أي استفسار أو أي إضافة نصيف لا ما لا بعدين بعدين هتفضل يا شباب بيتين بس بيتين شاب حييجي حييجي ما عندنا عسل موجود وعندنا العسل مر والعسل حلو العسل المر ده كان جميل بيتين شباب فضل هي أضافة إخدارك المشاريع التنوية طبعاً مستأذى المشاريع عطاً في سوريا بحيكون اللي هو الكاشفورورك اللي هو الكاشفورورك الكاشفورورك يعني اللي هو النقد اللي عمل نقبل زيادة الأصول الإنتاجية أديكم مساء سريعاً بحي أعمل على شهرتين بناءة القدرات في نفس الوقت الكاشف ويتتجيب العمالة الماهرة مع غير الماهرة مثلاً في نشاط بسيط كنت نعمله في مصر مفهوم الموظمات عملوا مثلاً أجل صفورورورك المخيمات هو التنظيف قرية كاملة نقدر عن قريةها ده من أجل الصدمات المستخدرية طبعاً وإستفادة للمخالفات إنه فيه عمالة كرس عمل مؤقتة كاشفورورك وربوطة بي العمالة الماهرة مع غير الماهرة حقاً هي أن أنا زودت الأصول الانتقائية نفس الوقت أه تكون صدوات مستخدرية وفاق الصراحة عمل ماهرة فالتجاه لهالأمور ممكن يكون يحقق موضوع التسلموي ولكن عن طريق تحقيق الموضوع لأنه تقول وردت نفس الوقت في العمل أرزاكم بالأخير أخونا في الخلف فضل شوك أنا أخو بريم عمديو معلش أنا منقطر حبي إنما الحبي ما قتل والعطرة الثالث ما تقتل فيه فضل فضل في النسبة لإدارة المشاريع العافية دي في برجة يعني معنا كده في المغربة العافية دي النار النار مغربة صحة خلاف بس إضافي بسيطة على أن الموضوع لإدارة المشاريع التنموية ملتبطا مع موضوع من الانتقال من الإغاثي للتنمية نعم فنحن نقطة البداية اللي نتحول من الإغاثي إلى التنمية هي عندنا لكون عندنا مشاركة المجتمعية المجتمع في هذا المشروع يلا تكلم في طالع الدكتور طالق عافي هي اسمى الكميونيتي فارتيسيباشن صحة صحة فمشان بس نعمل ربط حتى المعرك شو هو المشروع التنموية وكيف ننتقل غنى الإغاثي إلى التنمية هي الكميونيتي إذا كنت أخير أتودت طبعا طبعا أنا أخذت اختصار سريع لكن هذا الموضوع بالذات الدكتور محمد أكد عليه بشكل كبير جدا بمقدار ما يستطيع المشروع أن نشرك المجتمع المحلي في تصميم مشاريعه سيكون يعني له يعني حظوظ أوفر وأكبر في الموافق على التنموية وركز عليه فسيلا طيب أنت تعرف الشيء الجميل إيه بعد إذنكم يعني خليك وقب جميل كده عشان نستنى نحسن المرهيم ييجي مرة تانية حمسيكو أنا حمسيكو نعم حمسيكو أنا ربطع إن كنا بنشوف عماي الأغاثة خضية البوسنة إزاي كانوا بيعملوا أسازة الجامعة ودكاترهم مقفين في التعبير وما استفدناش منهم في تصميم المشاريع اللي بنتكلم معنا اللي هي في كلمة إيه مشاركة المجتمعية دي بالوقت تعلمنا في قضية اليمن الحرب ما بين الحوتيين وما بين الحكومة ده في 2007 و2008 إزاي الناس كانوا بيدينوا المخيم نحن لها مخيم مختنى رئيس الإغاثة الإسلامية وكنا بنشارك أهالي المخيم من النازحين في إدارة المخيم يكون في الأكل وفي الشرب وفي الصحة وفي الإيواء وفي كذا وكذا مع المؤسسة المسؤول على المخيم بيكونوا نازعين داخل هذه المخيمة الكويس عندنا في الشعب السوري إنه هو شعب عنده الخميرة الأساسية بالتعليم والواعي المشكلة كان عند الشعب السوري إنه كانش متجمع وكان كان المجتمع المدينة بتاعه ضعيف دلوقتي في الأربعة أو الخمس سنوات اللي فاتوا بفضل الله سبحانه وتعالى وفي النزوح أصبحنا نكون هذه الجمعيات التحدي الكبير دلوقتي إزاي نعمل اقتلافات وإزاي نعمل اتحادات وإزاي نعمل تحالفات قوية مش كل ما نعمل الاتحاد بقى التحدي لا كل ما نعمل اتحادات قوية وفاعلة وإتلافات قوية وفاعلة عشان نعمل إذا إيه حملات المنصة القوية دي لأن المنصة الإنسانية صراح؟ ننتقل لسؤال آخر سؤال عشان ما يجيش أخونا الزكي الزكي أو الزكري الزكي يعني ثلاثة زكي وواحد مرخومية ساعة البين ما فيش نجرة بس مش نوع ده آخر سؤال لأخونا من الاتحاد لا لك نعمل فضم مش من فتح هو ما هو سؤال المدخل السيري فضل التحدي العام السوري وعلى بنشكر للتحدي العام السوري على مشاركتها له أو مشاركته لا لا موضوع الاتحادات نعملنا شيء اسمه رابطة الشبكات رابطة الشبكات يوم وليد جديد صار عمره أقل من سنة سنة ايضا يعني مسائق سنة السنة احمد رابي حاليا حاليا بس شبكات حمد لله سب كات العشوة س همه سبعة سبعة شبكة وفيه متقدمين يعني راح سوعة ج Hoch إن شأ الله بضمه أغلب منظمات المجتمع érence bunu ذكرنا أخ БDD ابريك الشيء بدي Keys isons إخر التحديق بس عوزيز المشاريع التنموية المشاريع التنموية تختلف قليلاً ربما في النقطين أعاوز رطيفهم النقطة الأولى المشاريع التنموية هناك مفاهيم يجب أن تغيب عنا نصمن هذه المشاريع واحدة منها أنه يصير مشروع التنموي أن أجد فيه استدامة يعني أنا لما يديني أغوصه يعني أنا بدي أطلع المشروع يعني ما هو لك مرة وفالس إنت أبدأت تدور نفسي وبيعطيك المرش وبيعطيك الاستدامة الاستدامة فهو دائماً يجب أن تكتب في له في مشروع وتظهر له كيف أنا سأخذ منه الموضوع التاني أيضاً في المشاريع التنموية يجب أن تظهر له أهمية أنه أنا لك ثلاث أربعة دائرة موجودة عني الموارد عني 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 أنا أحتاج منك فقط خليل يعني يجب أن تظهر ما لديك والدائرة اللي عندك هي متكاملة ثلاث أربعة دائرة متكاملة وأنت تحسن هو الجزء وتظهر له أن هذا مشروع أنت لديك أكثر من ما لديك وإلا المشاريع التنموية يعني هو هيك طيب إحنا أخلنا ذكي بكرة إن شاء الله تعمل الساعة تسعة في إسمائي سابون سابون بالنون سابون 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 ان شاء الله بالله 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 طيب خلاص نبي محمدي فقضولها حتما بدون تردد أعمالنا لا بيد القبول وردها بيد القبول إلا الصلاة على الحبيب محمدي إلا الصلاة على الحبيب إلا الصلاة على الحبيب محمدي حقا حسرا تشتق حسرا 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 لده صلى الله عليه وسلم نشر النصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته رب ارحمنا بشفاعته قولوا صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة